ألاف القتلى والجرحى والعدد قابل للزيادة في واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي عاشتها تركيا في العصر الحديث الزلزال الذي تجاوزت قوته 7.7 على مقياس رختر وكان مركزه ولاية كهرمان مرعش الحق ضرر كبير بنحو عشر ولايات في الجنوب التركي إضافة إلى محافظات سورية صحيفة الاندبندد البريطانية عن شهود عيان تروي تفاصيل مروعة عن الزلزال وعنوانته بصبيحة يوم القيامة في تركيا وسوريا مشيرة إلى أن مئات الأسر تم دفنها بالكامل تحت أنقاض المباني المحطمة تؤكد الصحيفة أن المساحة الواسعة التي شملها الزلزال وظروف الطقس الجوية تؤيق أصول فرق الإنقاذ والمساعدات إلى كثير من المناطق في تركيا وسوريا فيما يروي شهود عيان للصحيفة البريطانية قصصا مأساوية تعبر عن حجم الكارثة التي حلت بالمنطقة الحكومة التركية رفعت حالة الطوارئ إلى المستوى الرابع الذي يتضمن طلب مساعدات دولية عاجلة سارعت إلى تلبية عدة بلدان عربية وأجنبية تزامنا مع استجابة أممية طارئة لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسوريا أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورغم الاستجابة الدولية العاجلة لكارثة الزلزال إلا أن تدعياتها تبدو أنها أكبر من الجهود المفذولة حيث دخلت تركيا في استنفار عام على كافة المستويات لتقليل حجم الخسائر التي بدأت ترتفع شيئا فشيئا مع تحديث البيانات الصادرة عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية تدعيات الزلزال لن تكون قصيرة الأمد وإنما ستمتد لوقت طويل وتستغرق جهودا أكبر لالتئام جراح الذين حلت بهم هذه الكارثة